زميلنا نأخذ رياضي محمد الديك لنتعرف منه على المواقع النهاردة قالت ايه بعد فوز النادي الاهلي يا محمد لقول مبروك جابت الأيمان الأول وتحياتي لك والكبات الممبوضين في الستوديو مبروك تدات نقاط قوية ورسالة قوية للفرق اللي جاية ان شاء الله في مشوارنا في دور الأبطال ودور الممتاز ان شاء الله وكاس العالم زي ما حدتك تكلمته والكبات نتكلمه في الستوديو التحليلي المباراة بالنسبة لنا كانت فرصة قويسة جدا الناس كلها ركزت على فكرة تغييرات اللي عملها نهاردة مرسل كولر في التشكيل يعني هو نهاردة عمل سبع تغييرات عن مطش الجولة الأخير برضو في ظل الظروف الموجودة لعيبة عندك راجعة من فترة توقف دولي لعيبة كانت مصابة رجعت في الحاجات دي كلها مركزين في المؤتمرات في الصحافة كلها كذي ما كان لك أبت كابت أسامة الحاجة المميزة برضو النهاردة رسالة الدعم لكابتن عامير فاروق ودي اللي ركز عليها موقع في الجول يعني موقع في الجول قال إن النهاردة الجماهير هتفت وتمنت الشفاء للكابتن عامير فاروق ودعوات لليه إن شاء الله وربنا يعديه من محنة اللي هو موجود فيها الحاجة التانية برضو معنا في موقع اليوم السابع كابتن نتكلمه على فكرة إن اللادي الأهلي حقق انتصار مهم في بداية مشواره في دور الأبطال بعد كده بابت الأهرام الأهلي يستهل مشواره بسلسية ركزوا كابتن على فكرة إن دي كانت أول مباراة بين الفرقين بين اللادي الأهلي وميدياما طبعاً إحنا عارفين إن الأهلي يبلي كده لعب أشان تيكوتوكو وارتس أوف أوك وتشيلسي ودي كانت أول مطش دي مع فرقة ميدياما اللي هو أول مرة يشارك في دور المجموعات أو دور الأبطال التحديد عن السنة دي بعد كده الوطن الوطن يا كابتن أكد إن المطش ما كانش سهل وخاصة للشترط الأولاني فرقة ميدياما عمل التكتل الدفاعي كان صعب شوية على فرقة النادي الأهلي بس بفضل خبرات النادي الأهلي والتغيرات اللي تعامل في الشترط التاني النادي الأهلي حقق المرجو من المطش دي بوابط الشروعة كابتن وقالت الفكرة إن هم ركزوا على فكرة إن مارسل كولر لعب تشكيلة النهاردة اضطرارية بسبب الفترة اللي هاتكلمنا فيها فكرة اللعبة برضو مريحة جاء في الفترة التوقف دولي عندك برضو بعد الغيابات المؤثرة عندك علي معلول مثلا لعب مكالو كريم الدبيس فركزوا على فكرة التغيرات الاضطرارية اللي عملها مارسل كولر في المطش موقع يلا كبرة قال إن الأهلي حصد أول لقاتلي أول ثلاث نقاط لي ودي كانت مهمة بالنسباله علشان يتقاصم صدرة المجموعة مع فريق شاب الوزداد الجزائري اللي حقق بنقل فوز في نفس المجموعة على يانج بثلاثة سلسية برضا هنا كابتن بيتكلم على فكرة إن الصحافة الغنية تكلموا على فكرة إن النادي الأهلي النهاردة حقق انتصار قوي جدا برغم الأداء المميز من الفرقة المنافسة يعني هم الصراحة تكلموا إن الفرقة لعبت بشكل كويس في الشرط الأول على حدود على كدة إمكانياتها بالزبط حدود إمكانياتها بالزبط لكن في الشرط الثاني مع التغييرات وخبرات النادي الأهلي قالوا إن النادي الأهلي بخبراته حقق الفوز وخاصة بعد النزول التغييرات اللي عملها مارسل كولر في المطش برضو نفسي قصف في موقع مودرن بيتكلموا إن كان ندي قوي في الشرط الأول تحديدا يعني هم تكلموا على الفريق كان ندي قوي في الشرط الأولاني لعب بطريقة بالنسباله كانت هتدي نتيجة كويسة قبل ما تحصل الفكرة التغييرات وفكرة النادي الأهلي غير في الشكل بتاعه في الشرط التالي كمانا كابتن ده موقع من جنوب أفريقيا سوكر نومة بيتكلم على فكرة بيرسي تاو إن بيرسي تاو النهاردة كان متأسر حتى قوموا بتكلمي في قصة إن هو ليه ما بدأش المطش قال لك إن مارسل كولر قرر الاحتفاظ به لأن بيرسي تاو عائد من فترة التوقف الدولي وكان بيلعب مع متخب بلاده لعب مطشين فده اللي تكلمنا فيه وقلنا فيه بداية فكرة التغييرات الاضطرارية هم حتى قالوا قالوا إن هو حد ديها 66 كان النادي الأهلي شوية مش عارف يفكر الدفاعات المتكتلة في فرقة الميدياما قبل ما ينزل بيرسي تاو وزملائه البودلة ده كابتن من موقع البلاد صحيفة البلاد الجزائرية طبعا عشان فرقة الشباب الوزداد موجود معنا ففيه اهتمام من الصحافة الجزائرية بفكرة المطش قالوا برضو للنادي الأهلي عمل مباراة قويسة في الشود التاني وبخضل خبراته تقاسم الصدارة مع فريق شاب الوزداد اللي هيحل ضيف على فرقة ميدياما في كوماسي والأهلي هستقبل فرقة اللي هيسافر يلعب في تنزاليا مع يانك أفريكا من الحاجات برضو كابتن أيمن المميزة النهاردة اللي مرسل كولر النهاردة لعب مباراة السبعتاشر في دور الأبطال حق الفوز رقم 12 منهما كابتن رقم ممكن الناس ما تستوعبوش فكرة اللي كلتا خرقت من السبعتاشر مطش مطش بشباك نظيفة ودي اللي يتكلم عليه كابتن أسامة مصبوط فكرة اللي كلتا في دور الأبطال على ملعبك أو بشكل عام بتطلع بشباك نظيفة دا يمهد لك الفريق اللي كلتا تلعب بأريحية في المطشات اللي جاية بفوز كبير كمان من الحاجات التالية يا كابتن إن النهاردة المباراة السبعتاشر قدام الأندية الغانية اللي لعبنا بكده 16 مطش بالحاجات التالتة يا كابتن اللي تكلمنا فيها برضو فكرة اللي كلتا السنادي لتالت مرة على التوالي بتكسب بنتيجة كبيرة أو بتطلع بشباك نظيفة كسبت قبل كده 3-0 و4-0 والنهاردة 3-0 كمان يا كابتن دي للمرة السادسة مارس الكولار في دور الأبطال يحقق الفوز بـ 3-0 سلاسية مصبوط دي يعني هو ملك السلاسيات في حتة دهاية تحديدا نتيجة 3 دهاية مستمرة معاه من الحاجات التالية يا كابتن إن دهاية المباراة رقم 11 سلسلة لا هزيمة للأهل في دور الأبطال مع مارس الكولار جد آخر هزيمة لي قدام سانداونز مطش خمسة واحد الحاجة التالية يا كابتن في مفارقة عجيبة بين حسين الشحات والكهربا سجل الكهربا الهدف الثالث ليه وحسين الشحات سجل الهدف الثالث ليه برضو برضو حاجة لجمهور النادي الأهلي حاجة برضو تفرح جمهور النادي الأهلي إن طول ما النادي الأهلي بيفوز في أول مباراة ليه في دور المجموعات تحديدا في دور المجموعات ربنا بيكرموا إن شاء الله بيوصل النهائي منهم أربع مرات توق باللقب وإن شاء الله ربي يجعلنا إن شاء الله سعيدة وفق لحسن إن شاء الله على جمهور الله للأهل وفرط الله للأهل إن شاء الله سعيد هذا كان كل ما عندنا كابتل في الفقد الصحابة شكرا جزيلا يا دي شكرا لك كابتل